شوفوا اللي جوا بتشوف نظافة اللي جوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عزيز المشاهدين بدنا نجهز طلبية مميزة جدا حتكون رايحة لسلطنة عمان بقيمة 2000 دولار وتحديدا لمدينة صلالة قبل ما نبلش ونشرح عن هذه الطلبية المميزة جدا بدنا نستعرض لحوالي متل ما دايما بنعمل متل ما شايفين هوني عنا لحوالي اللي هو هذا اسمي الريسيفر اول مستلم محمد عصام الغداف بالنسبة للتاريخ تمانة وعشرين واحد الالفين واربعة وعشرين تمانة وعشرين واحد الفين واربعة وعشرين المبلغ الفين واربعين دولار طبعا من بعض الخصم بيطلع تقريبا الف وتسعمية وتسعة وتسعين يعني حوالي الالفين دولار البلد عمان بلد ارسال عمان متل ما شايفين هايدي هي الحوالي واكيد هو المصاري طيب خلينا عزيزي المشاهدين اليوم شوي نشرح عن هايدي الطلبية المميزة جدا اول شي عنا زيز تخلينا مأمون الممتازة جدا ليش ازاز تخلي المقمون لانه ازاز تخلي المقمون في عنا هي وعنا ازازة تانية يعتبروا من افضل انواع لازاز على مستوى العالم لانه مصممين بشكل يعطونا صحبة ممتازة او طرقة صحبة ممتازة جدا النقطة التانية عنا هوني تلزيقة هاي التلزيقة لقماش مشان نلزي النبريش هلأ حنحكي شواء على تلزيق النبريش عنا هوني اكيد الجلدة يلي بتنحط تحت الازازة من هون هلأ عنا جلدة يلي ورا هلأ هنفرجيكن اياها عنا هول الجلود يلي بنحطه فوق جلدة نبريش وجلدة سابع متل ما شايفين طيب ننتقل للشي التاني اللي هو عنا نبريش نحاس احمر وعنا هيدا مش متعام وعنا نبريش نحاس احمر امتعام كمان تقيل عنا هوني كمان الحديدة هاي حديدة تحمية الراس اللي منا متعامي يعني بمعنى بس تحط على الراس ما بتعام الراس هيدا شي خرافي جدا 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 عنا الالمينيوم فايل من افضل انواع الالمينيوم فايل بالعالم واكيد عنا التفخيط عنا هوني تقريبا ثلاثة حطينا ثلاثة او ازوت شوي واحدة بلاستيك اثنين خشب من فوق وهيدي التفخيط الممتازة للراس ليش نحنا بس نحط على الراس هيدا الحديدة بنكون عم نعمل حماية وعم نطيل موضوع الراس يعني صار الراس يضاين اكتر بالاضافة الالمينيوم فايل الممتاز يلي ما بتعاملنا الراس بالاضافة للتفخيط طبعا هيدا بيعطينا مثل دويرة او تفخيطة معينة غير الدبوس فكمان هيدا هو المطلوب تحديدا طيب اكيد عنا هوني مثل شيء اسبار هيدا الشيء يلي هو الحديدة كيف شايفينا هون هاي الحديدة هاي الحديدة نفس الشيء بالنسبة اكيد للراس خلينا اول شي نشرح لكم شوي عن نبريش اما ببلش بالراس هيدا نبريش الجلد الممتاز هيدا افضل نوع نبريش على مستوى العالم هيدا انا بطلبه خصيصا لقلي بالاضافة لانه اكيد الجلد الشامي عم نحكي نحن عن الجلد الشامي اللي تقيل اكيد عنا كمان لنحاص الأحمر يلي جوا سلك لنحاص الأحمر وبطبيعة الحال عنا هلا هاي بشو بتتميز شفت الفتحة الواسعة هلا بلكن شو بتقودنا الفتحة الواسعة الفتحة الواسعة بتقودنا للنبريش لتحت يلي هو هون هيدا هون يلي شايفينه هون هيدا لايكم الفتحة الواسعة طب انا ليش عمركز على الفتحة الواسعة لانه بدي راحة بالنفس هفرجيكم كمان شي تاني بخصوص الفتح طبعا عنا هيدا الراس الممتاز من الافضل على مستوى العالم اوكي هيدا محروق وجاهز للتطيع عنا هوني اكيد الراس الازاز هيدا الراس الازاز انا مفضل ولا اي راس الازاز هيدا الراس الازاز تحديدا هو افضل يعني ما انتجهه العالم من روس الازاز اذا بتلاحظوا قديش رفيع ما في سماكة لايكوا هيدا الازاز ما في سماكة شوفوا لها درجة واصعب من غيره انه ينكسر شوفوا لها درجة الشي رائع جدا عندكم الشكل التاني من الازاز يلا هو هيدا هيدا يعتبر خرافي 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 هوا اتنين هيدا وهدك يعتبر بس هن الوحيدين تقريبا بعالم الروس الازاز لمنيح بقى ما تبقى بيتكسر دغري واكيدة عندنا الطعمة سيئة جدا او بكون صغير فهون اخترنا الروس الكبيرة طيب نرجع كمان للراس الفخار هيداك الايطالي هيدا راس الفخار الصيني هيداك الايطالي اللي هونيك هيدا راس فخار صيني هيدا كمان امطعام وجهز من اطيب ما يكون هول الروس الاربع اللي شايفينهون هني تاريخ الروس عندي يعني هول الروس اللي شايفينهون هوا حسرا هني افضل روس على مستوى العالم من بعد ما اختبرت كتير انواع طبيعة الحال عندنا هاي الحماية دي اللي شايفينه هون هاي حماية للازازة عندنا كمان نبريش هيدا نبريش تاني هلا بتقولولي مثلا فيه شي منقط فيه شي مش منقط هيدا المنقط نوعية والمش منقط هيدا نوعية أخرى هيدا نوعية تانية نحاس الموجود بقلب هيدا الأحمر موجود نحاس أحمر نحاس الأحمر موجود بهيدا كمان من نوعية تانية طبيعة الحال مشكل نبريش نحاس أحمر هو موجود عليه نحاس أحمر بيشبهد تاني لا فيه كتير أنواع مختلفة بطبيعة الحال خلينا نحكي Regina على شو? على الأرجيل. هاي الأرجل يا شباب. اعلي كتير الم Laurgylle ما بعرف يعني ان احنا صى عانا تقريباا شي حوالي المية وعشرين طلبية ازا مش اكتر بخصوص الأرجيل اللي معدلة. للعالم لما عم تطلب الأرجيل اللي معدلة يعرف ما عم تطلب. طبيعة الحال. يلي ما اجرب شو هي يعني شو فكرة الأرجيل اللي معدلة وشو هي الأرجيل اللي معدلة عنجت فعلا مشكلة. لان هاي الأرجيل هي الارجيل الوحيدية اللي هتحلل لك مشكلة بعد الناس بقال لي طب هاي دي كيف انا هتحلل للمشكلة طبعا انا كنت مثلك كنت جيب اراجيل ما لقي بالسوق الا الارجيل السيئة فانا اضطريت ان نحل هيدا الموضوع فلما حلت هالموضوع لنفسي اولا بعدين قتحته للعالم صار عبر هيدا البرودكت اللي هو الارجيل المعدلي اللي هو التعديل بطبيعة الحال هلا متل هون شايفين هوني اكسسوار خلي المأمون خلي المأمون عنده افضل اكسسوار يعني انا اذا بدي عدل بدي حط تعديل الالفين دولار متل ما حكينا السابق انا عموضوع التعديل تعديل الالفين دولار ما في نحطه انا على ارقيل تكون لو كواليتي بدي يكون عنا هاي كواليتي يعني بدي يكون عنا اكسسوار جيد لبل ممتاز بطبيعة الحال اوكي فانا بدي اختار خلي المأمون او غير خلي المأمون بس يكون يعني اسميك ويعني ما يطعج بالتعديل او ما يطق مثل ما بنقول فعشان هيك نحن بنختار خليل مأمون بعد ما اخترنا افضل اكسسوار شو صار عنا تحت اذا حفرجيكم انا التنظيف الاحترافي كيف بيكون فعليا بيكون من جو عم بلمع تلميع هذا مش تلميع مكنة ولا تلميع انه الشركي لا لا ابدا ابدا هذا تلميع شوفوا فرجيكم انا بس مطرح القلي ان شاء الله تكون مبينة بتشوفوا اللي جو بتشوف نظافة اللي جو تمام هاي دي بس اذا انت كنت منزعج من الارجيل وبدك تلاقي حل حلك الوحيد عندي انا الوحيد بالعالم اللي بعمل هاي ما في حدا بيعمل التعديل الخاص اللي انا بعمله الا انا بس الوحيد يعني لانه انا اختلات الموضوع وعن الاساس المدرسي فلما بدك تاخد بتاخد من الشخص الاساسي اه طبعا اكيد بدرجع ذكر ان احنا مش مسؤولين عن اي ابداعة تشترى من خارج القناة او اي شيء دايما انت لما بدك تاخد الارجيلة خد من الشخص يلي اخترع هيدا الموضوع كل اياته بطبيعة الحل طيب هلا خلينا نحكي شوية صغيرة هيدا نحاصر احمر الفرنسي الممتاز شو بفيدنا هيدا نحاصر احمر بتعشق فيه الطعمة بضاين ممكن عشر عشرين ثلاثين سنة لقدام الديفيزر اللي تحت له علاقة بموضوع السحبة فالسحبة بتصير خرافية جدا هلا انا لما حكيتكن على موضوع نبريش من فوق كيف الفتحة هالفتحة كيف تكون هون في عنا فتحة واسعة وهون في عنا فتحة واسعة فلهيك انا بدي اضمن النفس ما بدي اضمنه بس بالنبريش انا بدي اضمن من النبريش لأوصل لتحت يعني من هون لهون للنبريش بطبيعة الحل طيب التنظيف السري والتحين السري التطعيم السري لمعسل الاماراتي نكه بحريني او الغداف الاماراتي كمان اللي هن السر المصلحة هولي بيعطوا نتيجة خرافية جدا لدرجة بتوصل لتقول بس تجرب هاي هاي راحة له عند الشاب عمان هاي بس هي ارجلة بقول اول مرة بحياتي بعرف شو يعني ارجلة انتبه مش اطيب ارجلة شو يعني ارجلة من الاساس وكيف اصلا نازم تكون لانه هلا الناس فهميني غلط موضوع الارجلة انه بتطلع دخنة عندها طعم معينة وهلا او خلص لها ما هيك الارجلة الارجلة ابدا ما هيك هاي اللي شايفينها قدامكم هي اعظم وافضل ارجلة على مستوى الكوكب وما بدك تنسى عزيز المشاهد انه هاي دي الارجلة بتدوم اليك وللزمن والشي الخاطئ يلي نحنا بنعمله هو الشي الوحيد الخاطئ اللي ممكن نحنا نعمله بالارجلة انه نشتري ارجلة بعشرة ولا ميتة ريال ونحط عليها مصروف سنوي بين فهم وبين معسل حوالي الالفين للاربع تلاف دولار سنويا عم نحط على ارجلة ما بتسوى عشرة او عشرين او ثلاثين او ميتة ريال حتى بتكون تجارية ما بنستفيد من موضوع لا المعسل ولا الفهم التفكير الصحيح بتشتري البيز بتشتري الاساسة بتشتري الافقر على مستوى العالم لتستفيد من المعسل اللي انت عم تشتريه والفهم او اي شي تا ولاي شخص بدي يطلب الارجلة المعدل الافخر على مستوى العالم بتواصل معي على الواتساب بلاس تسعة ستة واحد سبعين تمان اتنين اربع خمسة واحد سبعة هيدا رقم الاساسي اللي فيكن تتواصله وتحكوني باي وقت وكون دايما بخدمتكن بنهاية هيدا الفيديو ما تنسوني من اللايك والشار والسبسكرايب بتشكلكم المشاهدة بازار بالعالمين دايما الى اللقاء